في سبتمبر 2016 رفضت قوات تابعة للامارات السماحة بتصدير شحنة نفطية عبر ميناء الضبة النفطي كان ذلك ردا حاسما لموقف ابو غضبي من قرار الرئيس هادي باستئناف انتاج النفط لا تزال التحركات الاماراتية في المحافظات الجنوبية مثار تساؤلات كثيرة ولا اجابات فمنذ وصول اول دفعة من القوات الاماراتية الى مدينة عدن اواخر مايو 2015 سعت هذه القوات لفرض سيطرتها على محافظات عدن ولحج وحضر موت وسقطرة واخيرا شبوة حيث حلت قوات النخبة الشبوانية التابعة للامارات محل قوات من الجيش الوطني تحت غطاء الحرب على الارهاب لتسيطر على انابيب النفط والغاز ومواقع الشركات النفطية في المدينة الحضور الاماراتي في الملف الجنوبي لم يعد خافيا والحديث عن تباينات مصالح ابو ضبي واهداف التحالف المعلنة بات لا يخفى على احد في المحافظات الجنوبية تلتقي الخيوط العسكرية والسياسية والاقتصادية بيد ابو ضبي المشهد الاخير كان لقاءا شعبيا مع شيوخ وشخصيات اجتماعية من الضالع ويافع وندفان غاب عنه اي حضور للسلطة المحلية او الدولة واعتبره مراقبون خطوة للامارات في سياق توسيع شبكاتها السياسية عبر حواضن اجتماعية الدور الاماراتي يحضر عبر السيطرة على المنافذ الحيوية من موانئ وسواحل ومطارات وجزر بالاضافة الى انشاء قواعد عسكرية وتأسيس معسكرات وميليشيات خارج اطار الشرعية ناهيك عن المعتقلات التي اعلنت عنها عدد من تقارير المنظمات الحقوقية منها منظمة سام والعفو الدولية وهيوم الرايتس ووتش وغيرها دعوات الانفصال هي الورقة الرابحة في معركة السيطرة الاماراتية لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل تتم تلك التحركات غير المفهومة برضى التحالف والشرعية ام انه على ارضنا يستنسر البغاث اشتركوا في القناة